محمد 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 رسول الله رسول الله رسول الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سئل أنس بن مالك رضي الله عنه كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدًا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم يمد به بسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم رواه البخاري معاني الكلمات كانت مدًا المد إشباع حروف المد وهي الألف والواو والياء إذا كانت ساكنة وقبلها حركة تناسبها القرآن الكريم كلام الله عز وجل أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما علمه الله إياه وحرص الصحابة الكرام على نقل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة إلى من بعدهم حتى قرأه المسلمون جيلاً بعد جيل كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الحديث يخبر أنس بن مالك رضي الله عنه أن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن كانت مدًا أي ذات مدًا والمد هو إطالة الصوت عند النطق بالحرف والمراد أنه كان يمد ما كان في كلامه من حروف المد واللين وذلك بالقدر والشرط المعروف في علم التجويد ثم قرأ عنس بن مالك رضي الله عنه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ليوضح ذلك بالمثال يمد ببسم الله يعني في ألف لفظ الجلالة مدًا أصليًا ويمد بالرحمن يعني الألف بعد الميم في لفظ الرحمن ويمد بالرحيم يعني في الياء مدًا أصليًا أو مدًا عارضًا للسكون وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم امتثالًا لأمر ربه سبحانه بالترتيل وأن يقرأه على مكث وأن لا يحرك به لسانه ليعجل به فامتثل أمر ربه فكان يقرأه على مهل ليسن لأمته كيف يقرؤون ويتدبرون القرآن ويفهمونه وفي الحديث بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن يقول حضرة ميرز بشير الدين محمود أحمد المصح الموعود رضي الله عنه الخليفة الثاني للمسيح الموعود عليه الصلاة والسلام معنى قول الله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه أن دعاء إبراهيم عليه السلام عن بعث نبي عظيم يتضمن كنوز رحمة عظيمة للعالم فمن لا يكترث بهذا الدعاء ولا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو مصداق لهذا الدعاء فإنه يرتكب حمقا وغباءا لا نظير لهما ذلك أنه غير مستعد للانضمام إلى نظام رائع لتلاوة آيات الله وتعليمها وترويج كتابه ولبيان ما وراء أحكام الله من حكم وضرورات ولإصلاح أفكار الناس وأعمالهم وتزكية نفوسهم ومن أعرض عن هذا كله فلا يحرم نفسه من تعاليم سامية تنفعه في الروحانية فحسب بل إنه يهمل أيضا التوجيهات والتعاليم التي ترفع مستوى الإنسان في سياسته واقتصاده وحضارته وأخلاقه كما أنه يغفل عن فلسفة الأحكام فلا يصلح فكره وعمله الفوائد من الحديث أهمية معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلاوة القرآن وأهمية معرفة أحكام التجويد وعلوم القرآن الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد 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 رسول الله رسول الله رسول الله محمد رسول الله